استقبل رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق سافر تاجقستان بالقاهرة دراب الدين قاسمي وأشهد رئيس مجلس الشيوخ بالروابط والقواسم الثقافية والتاريخية المشتركة بين البلدين مؤكدا اهتمام مصر بتطوير العلاقات الثنائية مع تاجقستان وتبادل الخبرات معها في مختلف المجالات بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين ومن جانبه أعرب سافر تاجقستان بالقاهرة عن احتزاز بلاده بالعلاقات الثنائية المتميزة مع مصر واهتمام تاجقستان بالاستفادة من المشروعات القومية العملاقة وتجربة تنموية الرائدة التي تشهدها مصر تحت قيادة الرئيس السيسي